في العادة إذا بدأت في قراءة كتاب أنهيه في أسبوع لكن هذا الكتاب تحديدا أخذ مني وقتا أطول لأني حرصت على أن أقرأه ببطء لذلك فإذا كنت ممن يشاهد حلقات البودكاست أو المقاطع المسرعة فأرجو أولا أن تستثني هذه الحلقة مع أن الكتاب لا يدعو إلى الإبطاء في كل شيء ولا يعلن الحرب على كل مظاهر السرعة لكنه يدعونا إلى التوازن بأن نسرع عندما يكون من المنطق أن نسرع وأن نبطئ عندما يكون من المنطق أن نبطئ ويشرح تداعياء ثقافة السرعة التي اشتاحتنا في حياتنا وعلاقاتنا وعملنا وتربيتنا وأكلنا ويفسر أحد المشاهد التي ربما تتكرر في أغلى مكاتب العمل مشهد الموظف الذي دائما يسرعه ويمشي ويشعر كما لو أن العالم سينهار والشركة ستفلس لو تأخر في خطواته مع أنه قد لا يدفعه شيء للاستعجال وممكن ما عنده شيء أصلا فدعونا نستعرض كتاب في مديح البط حراك عالمي يتحدى عبادة السرعة للكاتب الكندي كارل أونوري قبل العصر الصناعي وظهور الآلات كان الناس يتطلعون إلى زمن تخفف عنهم هذه الآلات ساعات العمل لأن الناس ستقوم بجزء من عملهم فلا يضطرون للعمل لأكثر من أربع ساعات ويستثمرون بقية اليوم في الاستجمام واللهو والأنشطة اليومية المختلفة لكن هذه التنبؤات لم تتحقق بل ظل الناس يعملون في المصانع لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة في اليوم ومفهوم العمل تغير فلم تعد أجور العمال بمقدار ما أنتجوه إنما صارت مقابل ساعات عملهم أي أن الوقت صارت له قيمة مادية ومنها العبارة الشهيرة المأثورة عن بن جامين فرانكلين Time is money الوقت هو المال وعبارات أخرى مثل الوقت من ذهب فسلع الزمن وصارت للساعة والدقيقة قيمة مادية نلاحظ أحيانا حتى في أحاديثنا اليومية عبارات مثل ساعة ثمينة ونتيجة لذلك صارت الشركات تتسابق لتسريع الإنتاج حتى تنتج أكبر قدر ممكن في أقصر وقت ممكن لاستغلال ساعات العمال وبدأت المعامل في آخر القرن التاسع عشر بتركيب الساعات لتضبط الأعمال اليومية وتذكر العاملين بأهمية كل ثانية بعدما كان الناس في السابق يعملون وفق إيقاعهم الخاص والوقت الطبيعي لكل عمل فتحول العالم الذي نعيش فيه من عالم يأكل كبير فيه الصغير إلى عالم يأكل السريع فيه البطيء كما نقل المؤلف عن مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي وصار التنافس على هذا الأساس على أساس السرعة وعندما يسرع طرف ماء فإنه يدفع البقية إلى التسارع للبقاء فتختفي ميزة السرعة لأن الجميع صار يعمل بالوتيرة السريعة نفسها فنضطر إلى أن نسرع أكثر حتى نجد أنفسنا في سباق تسلح على أساس السرعة كما وصفها المؤلف ولذلك كانت غالبية براءات الاختراع المسجلة في ذلك الوقت مصممة لزيادة السرعة وتوفير الوقت لكن مرة أخرى الكتاب لا يقف في وجه السرعة مطلقا ولا يدعو إلى أن نعود لعصور الحجرية بلا إنترنت ولا طائرات وجود تقنيات سريعة ووسائل نقل سريعة وإنترنت سريع وأجهزة سريعة هي بطبيعة الحال تحسن جودة الحياة لكن المشكلة في الذهنية التي حملتها ثقافة السرعة هذا حتى تفشت في كل شيء فصرنا مهوسين بفكرة السرعة على حساب جودة حياتنا وجودة أعمالنا فخرجت ممارسات مثل التعلم السريع وكيف تتعلم الإنجليزية في سبعة أيام الرجيم السريع الوجبات السريعة حتى القراءة السريعة والمؤلف يأزو هذه الذهنية إلى تسليع الوقت وإلى نظرة الشعوب تجاه فكرة الزمن ففي حين تنظر بعض الشعوب للزمن باعتباره زمن دائري وكل يوم هو وقت متجدد تنظر الشعوب الغربية للزمن بطريقة خطية محدودة وأن كل ثانية تمر من عمرك دون أن تجني منها شيئا فهي خسارة ولذلك صار الناس يركضون في حياتهم لتوفير هذا الوقت وخرج مصطلح مرض الوقت الذي صاغه طبيب أمريكي لوصف الاعتقاد الوسواسي بأن الوقت ينفد ولا يوجد ما يكفي منه وأن عليك الاستراع باستمرار للحاق به فالرأس مالية تتعامل مع الوقت على أنه أصل ثمين أست ولذلك تدفعنا للإسراع في التصنيع والعمل والاستهلاك والعيش مهما كانت تكلفة وهو أصل ثمين لأنه يمكن تحويله إلى مال بينما تقوم فلسفة البط والتأني على أن الإنسان هو الأصل الثمين وليس الوقت وأن ثمة أمور لا يمكن ولا ينبغي تسريعها لأنها تحتاج إلى وقت وتحسين جودة الحياة أو لا لأن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة حياة الإنسان فالإنسان هو الأساس ومتى ما آمننا بذلك سنتصالح مع أشياء كثيرة تجرمها ثقافة السرعة سنتصالح مثلا مع فضيلة ومتعة أن لا نفعل شيئا في أوقات فراغنا أن نخلو بأنفسنا مع أفكارنا وتأملاتنا أن نستغرق في اللحظة التي نحن فيها أي كانت في حين تجرم عبادة السرعة ألا نفعل شيئا لأنها زرحت فينا هوس الاستفادة من الوقت فصرنا نستغسر هذه اللحظات وإذا قمنا بها حاولنا إنهاءها بأسرع وقت فصار مثلا جلوسنا مع أهلنا أقل ولا زمن الاستماع لأغاني ست أم كرثوم الطويلة وصرنا نمير إلى الاستهلاك السريع حتى في العالم الرقمي نلاحظ أن الترند اليوم هو للمقاطع القصيرة السريعة وأظن هذا من العوامل التي ساعدت في انتشار التك توك لأن ثقافة السرعة كما أنها تدفعك للكم على حساب الكهف في الانتاج هي أيضا تدفعك للكم على حساب الكهف في الاستهلاك من خلال سرعة استهلاك الأشياء شيء بعد شيء لأنها لا تريد منك أن تجلس متأمنا في غرفتك أو تقضي ربع يومك في إعداد طعامك وتناوله لذلك صرنا أحيانا ما نستطيع حتى الجلوس مع أنفسنا كما يقول باسكال السبب الوحيد لتعاسة الإنسان هو قلة معرفته كيف يجلس في غرفته هادئا وكذلك لم نعد نستشعر قيمة اللحظة بل ننتظر أن تصل لأن ثقافة السرعة تعلمنا أن الوصول إلى الوجهة أهم من الرحلة بينما الواقع يقول أن جوجة حياتنا تكمن في الرحلة نفسها في اللحظة ولم تكتفي هذه الثقافة بدفعنا إلى الإسراع في مهامنا بل خرجت لنا بلعنة تعدد المهام ملتي تاسكين بأن تقوم بعملين في وقت واحد وصرنا حتى نباهي بها في السيفي ضمن مهاراتنا بأننا نمتلك القدرة على الملتي تاسكين وصارت أسلوب حياة يومه يعني مثلا الآن وأنت شاهدني كم واحد منكم مشغول بشيء آخر ربما بجواله أو بأي عمل آخر حتى النوم الوقت الوحيد الذي نمنح أجسامنا من خلاله البط وما نؤدي مع أي عمل آخر لم يسلم من ثقافة السرعة فظهرت بعض الأصوات التي تدعو إلى الإسراع في النوم بتقليل ساعاته لأنها تنظر لهذه الساعات كقيمة مهدرة من عمر الإنسان وأنا أستذكر هنا عبارة الرئيس التنفيذي لنتفلكس بأن أكبر منافسيهم ليس القنوات الفضائية ولا يوتيوب ولا أمازون بل النوم وتحدث المؤلف عن موقع اسمه سليب ليرنينغ يقترح أن نستغل وقت النوم بتعلم لغة جديدة من خلال الاستماع إلى دروس تعليمية أثناء النوم وهذه أحد مظاهر ثقافة السرعة التي تحدث عنها المؤلف فالسرعة والبطء في الكتاب ليست مجرد وصف لسرعة فعل الأشياء بل هي أيضا وصف لأسلوبنا في الحياة ففلسفة السرعة تميل للكم والاستهلاك والاندفاع لذلك تكثر الشائعات على حساب تحر الدقة لأن الأهم هو سرعة نشر الخبر بينما فلسفة البطء تميل للتأني والتأمل والكيف وعيش اللحظة وهو الشيء الذي بدأ يختفي ويسميها الرواية ميلان كونديرا بلذة البطء وحكمة التأني في روايته البطء وبالمناسبة أنا قرأت هذه الرواية البطء لميلان كونديرا بعد قراءة هذا الكتاب لأني كنت أريد أن أعرف معالجة كونديرا لموضوع البطء من هذا الجانب السرد القصصي خصوصا أن كونديرا معروف بكتابته الفلسفية في رواياته واستهل كونديرا روايته بمشهد للرجل وامرأته في سيارتهم متجهين إلى أحد الفنادق وخلفهم سيارة مسرعة تستخدم الضوء العالي حتى تتجاوزهم فكان كونديرا يتساءل على لسان البطء ويقول لما اختفت لذة البطء ويسمي السرعة شكل من أشكال الانخطاف التي جعلت منه ثورة تقنية هدية للإنسان بمعنى وهذه وضحها كونديرا في عبارة أخرى لما قال عندما تحدث الأمور بسرعة كبيرة لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من أي شيء على الإطلاق ولا حتى من نفسه فهو يربط بين البطء وبين قدرتنا على الحكم والتفكير وأن السرعة أحيانا تختطفنا وتعمينا عن رؤية الأشياء كما هي ويمكن أن نطبق هذه الحالة مثلا على العلاقات وكيف أنها في الفترة التي تتسارع فيها لا يستطيع الإنسان أن يراها بصورة حقيقية فيحتاج الإنسان أحيانا إلى الإبطاء أو حتى التوقف ليرى الأشياء على حقيقتها لذلك هذا الإبطاء قد يأتي بنتائج غير متوقعة مثلا في فصل العلاقات في كتاب في مديح البط استشهد المؤلف بقصة امرأة طبقت فلسفة البط في علاقتها مع زوجها تقول فاكتشفت أن كلينا كنا نعيش حياة مزدحمة وسريعة لم تمنحنا حتى فرصة ملاحظة أن علاقتنا تسوء ولما طبقت فلسفة الإبطاء جعلها ذلك تدرك واقعها فأدركت وأدرك زوجها أيضا أنهم لا يسرحون لبعض فالسرعة تعمي وتنسي أيضا لذلك كنديرا يربط أيضا بين البط والذاكرة وبين السرعة والنسيان يقول لذلك نجد أن الرجل إذا كان يسير في الشارع ثم فجأة أراد أن يتذكر أمر ما والذاكرة ما أسعفت نلاحظ أنه يتمهل في خطواته بينما من يريد أن ينسى فإنه يسرع في خطواته وهذا ما جعل البط أو التأني سيمة عن بعض المفكرين أينشساين اشتهر بأنه يمضي وقت طويلا وهو يتأمل الفضاء وشارلز داروين وصف نفسه بأنه مفكر بطيء وبعض الأدلة العلمية التي نقلها المؤلف تبين لنا أن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل بطريقة أكثر استرخاء وأقل تعجلا وحاول المؤلف عموما من خلال فصول الكتاب العشرة أن يبين فوائد التوازن وعدم التعجل فخصص فصلا للطعام وفصلا للمدن وفصلا للطب والعلاقات والعمل والاستجمام وتنشئة الأطفال وغيرها واستعرض في كل فصل نماذج لتجارب حاولت أن تتحدى عبادة السرعة كما سماها المؤلف وأن لا تفعل كل شيء بأقصى سرعتها وجزء كبير من الكتاب أصلا هو لعرض هذه التجارب فمثلا من أهم هذه النماذج حركة الطعام البطيء في إيطاليا التي تدعو إلى أن نعطي الطعام حقه من الوقت سواء في إعداده أو حتى في تناوله وكيف يساعد تناول الطعام ببطء في خفض الوزن لأنه يعطي المعدة الوقت لتشرح للدماغ أنها امتلأت بعضهم يقدر هذا الوقت ب15 دقيقة على عكس لو أكنا بسرعة كبيرة لن تصل الإشارة للدماغ بأن معيدتنا امتلأت إلا بعد فوات الأوان وأيضا لأن الهدف من الطعام ليس هو الشبع فقط يعني لو كانت هناك طريقة لتناول حبة مثلا تشبعنا وتقتصر علينا الوقت لا أظن الناس ستكتفي بها لأن جزء من متعة الطعام هي في تناوله والنهج البطي في الطعام يعزز استشعار هذه اللحظة ويعزز أيضا علاقة الناس ببعضهم أذكر من أجمل التجارب التي عشتها شخصيا في النرويج كانت قبل سنتين لما سكنت في سلسلة أكواخ وسط الأرياف وكان عندي الأكواخ مطعم عائلي يجتمع فيه كل سكان الأكواخ للعشاب في ساعة محددة على طاولة واحدة فكانوا يقدمون كل صنف ببط أظن جلسنا أكثر من ساعة ونصف في تناول الطعام لكننا استشعرنا لذة كل طبق وعززت معرفتنا حتى ببعضنا حتى أننا جلسنا لمنتصف الليل فكنت أحس فعلا بمقولة أسكار وايد لما قال يمكن للمر بعد عشاء جيد أن يصفح عن أي شخص حتى عن أقاربه عموما هناك نماذج أخرى خارج الطعام مثل جمعية إبطاء الزمن في أوروبا التي تضم أكثر من ألف عضو وتقيم الجمعية مؤتمر سنوي في النمسا وتنشر دراسات عديدة عن علاقة الإنسان بالوقت لكن لعلهم أحيانا يتحمسون مثلا أرسلت الجمعية مرة طلب للجنة الأولمبية تدعو فيه إلى منح ميدالية ذهبية للرياضيين اللي يحققون الوقت الأبطى والفلسفة اللي تدعو لها هذه النماذج ليست هي الإبطاء في كل شيء بل هو التوازن والتأني لذلك سنجد مثلا في حركة المدن البطيئة أن جزءا من معاييرهم في تصنيف المدينة البطيئة هي في زيادة المساحات الخضراء ومناطق المشاة وتقليل الاعتماد على السيارات وفي محافظتها على التراث وترحيبها بالزوار وغيرها وأيضا تسعى هذه الحركات إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة مثل ربط البقاء في الدوام لساعات طويلة بالإنجاز والذي صار يدفع بعض الموظفين للمكوث لساعات متأخرة لأنهم يعتقدون أن هذا هو المطلوب منهم وربما هو أيضا الذي يدفع بعض الموظفين للمشي سريعا في المكتب حتى يسقط عليهم هذه الصورة الذهنية التي تربط السرعة بالإنجاز والمشكلة هي حينما تتحول هذه الصورة الذهنية إلى نمط في حياتنا يؤثر على نفسيتنا وعلى علاقتنا مع أهلنا وأصدقائنا ومع الناس ويتسبب لنا ربما بالإحباط فما نتحمل كما يقول المؤلف أي شخص أو شيء يعترض طريقنا أو يعيقنا وأصدق رعائق يمكن أن يزعجنا لو تأخر شخص أمامنا في الصرافة أو في مواقف السيارات أو لما تقف الطائرة ويتأخر الناس في النزول وغيرها لأن أدمغتنا صارت متحفزة على السرعة وما تحتمل التأني فضلا عن الإبطاء لذلك حتى لو كان من الصعب مقاومة هذا التسارع المستشري في كل مناحي الحياة العصرية لكننا نستطيع على الأقل أن نحاول تطبيق فعل الإبطاء في بعض الممارسات اليومية كما يقترح الكتاب لذلك نجد التأمل مثلا موجود في أغلب الأديان لأن الصلاة هي فعل إبطاء وكذلك ممارسات مثل اليوغا وغيرها هي أيضا مما يحقق ذلك فعل القراءة هو بالمناسبة أيضا من الممارسات التي تساعد على التفكير والتباطو لأنه فعل طبيب بطيئ بطبيعته لذلك نجد العقل أثناء القراءة متحفز للمشتتات لأننا متحفزين للسرعة أكثر نقل المؤلف عبارة جميلة جدا يقول أن كل ما يستحق القراءة يستحق أن يقرأ ببط وأظن لهذا السبب يميل الناس أو على الأقل أنا للكتب الورقية على حساب الصوتية لأننا في الكتب الورقية نقرأ بإيقاعنا الخاص بينما الكتب الصوتية تقرأ علينا بإيقاعها فالقراءة من الممارسات التي تتحدى التسارع بالإضافة لأنشطة كثيرة مثل التأمل والرسم والحياكة والمشي مع الصديق والجلوس في مكان خصوصا إذا مارسناها بإيقاحها دون أن نسرع فيها أو نتباطى فليس الهدف أن نفعل كل شيء بإيقاع السلحفاء ولكن أن نفعلها بالسرعة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر